السلام عليكم. اليوم راح نتكلم عن الزراعة في في الواد في منطقة الواد. ونشوفوه الحجم انتاع الاراضي المستصلاحة وكيفية الانتشار انتحها في منطقة الواد. لان الكثير يتكلم عن الزراعة في الواد. لكن ما عندناش نظرة شاملة ومتكاملة عن الحجم انتاع الاستثمار في ميدان الزراعة في الواد. اذا نشوف من الفضاء كيف التوزيع الاراضي الفلاحية في منطقة الواد. وهنا نروح نشوف المنطقة انتاع المزروعة لحجم ديالها. ونقارنه بالمحيطات الاخرى. وهنا نشاهد ان الحجم العرض انتاع المساحة المزروعة. يصل الى حوالي اربعين كيلو متر. على اربعين كيلو متر. فاذن شي رهيب. الان نشوف يعني العمل للتقاء اللي يتم في هذا المنطقة في ميدان الزراعة. وكيفية الوصول الى المزالة يعني نشوف هنا اه يعني طرقات بيئات معنى الكلمة نشوف هنا مثلا هناك كين طريق كامل في وسط المستصلاحات والمستثمارات الفلاحية. شوف الطريق هنا يا. شوف الطرق في كل ماكان. وهنا كين اه. اه قرية في وسط المستصلاحة. ونشوف بما يسمى بالأغواط الحفر اللي يقوم بها ليخدموها الفلاحين تاعة الواد هنا ويعني الحجم تاعة التحدي تحدي أمام قساوة السحرة وطبيعة الأرض الرملية يعني الحفرة ثم الحفاظ على على المحيط منتع الحفرة الغوط والاستثمار في فضافات يعني في مناطق يصبح بالإنسان العيش فيها ومقاومة عوامل الطبيعة هنا مثلا نروح لمنطقة أخرى نشوف المرشيات المحوارية هناك هناك فشراهيم مخدومة وهنا ونشوف الأغلبها نشوف القطر انتاحها نروح ننقيس القطر انتاع هذه المساحات التعرش بالمحوار وهي حوالي مئة متر 98.240 هي في الحقيقة مئة متر فيها مئة متر فنعود نقيس بالضبط نلقا ان القطر منتاع المحوار هو مئة متر في كل مساحة دائرية وهذه عندها بما بسقية بما يسمى بالسقي المحواري هنا وعندنا نشوف العدد انتاع الأماكن المستغلة بهذا السيرة بهذا الطريقة يعني شوف شوف شي رهيب وهذا يعتبر التحدي انتاع كبن الواد نشوف هنا مناطق أخرى يعني كثيرة مستصلحة يعني مستصلحة بهذا الطريقة كانت يعني كانت طريقتين كانت الأولى هي يعني باش نلخص الموضوع عندنا طريقتين في الزراعة الأولى هي باستعمال الغوط باستعمال الغوط بما يسمى بالغوط هي الحفرة التي تحفر بالسواعد وكما هنا نشوف هنا نشوف الأغواط هنا هذه أغواط هنا والطريقة الثانية مستعملة هي الرش المحواري وهنا نشوف الرش المحواري بالطريقة في هذه المناطق ثم يعني باش الإنسان يوصل على هذه المناطق على مدى أربعين كيلو متر وسط يعني عندك باش تصل إلى هذه المناطق هناك طرق كين طرق كين مسالك بداية وكين طرق كبيرة للوصل إلى هذه المستصلاحات وهذا وش الدرس اللي لازم نستنجو من هذا الدرس هو أن المورد الأول في كل عملية خلق طراوات المورد الأول هو مش الماء مش الطاقة هذا يجب من بعد لكن المورد الأول هو الإنسان الإنسان هو العامل الأساسي لكل عملية إنتاجية لازم تكون الإرادة لازم تكون القوة تاعة الإنسان ثابات يكون عنده ثابات يعني يستمر في الانديرانس يعني يستمر في الجهد في الاستمارية في الجهد ثم تكون الإنتيليشنس الإنسان يكون تكون عنده يستعمل العقل يستعمل بفاكاء وهذا هما هما لي خلقوا الثروة هما لي خلقوا الماء يجيبوه هما اللي يخلقوا المال إذن العزيمة والإنسان مع الاتكال على الله والوقوف أمام يعني الإنسان لازم يدير الأسباب إذن نشوف الحجم من المستصلاحات الزراعية في الويد إنسان يوحد إذن 40 كيلومات في 40 كيلومات حوالي 1500 كيلومات مربع أراضي مستصلاحة وطرقات ومن هذه جهد كبير ولازم هذه الفلاحة تلقى الشبكة توزيع أولا ثم استثمار في تجارة هذه المنتوجات الفلاحية إلى بلدان أوروبية مثلا عبر ميناء في تونس لأن تونس ليس بعيد على الواد وهنا نشوف المسافة بين الساحل التونسي والمنطقة هذه حوالي 300 كيلومات إذن ممكن يعني الوصول إلى سواحل تونسية بالطارق والولوج إلى الأسواق الأوروبية ثم يعني هنا منتوجين أساسيين وهما يعني مطلبين كثير في الدول الأوروبية هما الطماطم والبطاطا وهذا يعني الطماطم منتوجين يمشي في كل التحذيرات للأوكلات يعني في أوروبا طماطم وممكن يتسايد تكون مصبارة ويتكون فيها التحويل تكون فيها صناعة تحويلية تتبع هذا الإنتاج يتكون فيها صناعة تحويلية وكذلك بالنسبة للبطاطا تكون فيها صناعة مصانع تحويلية ثم تصدر إلى الخارج لكن فيها لازم تكون سياسة عقلانية وتكون الدولة تأثر هذه العملية من تاعة تصدير نحو الخارج والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر